هل مشكلة واتساب على تطبيقك الخاص واتساب؟ اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق واتساب في هذه النافذة الخاصة نضغط على واتساب ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق في هذه النافذة الخاصة نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين في هذه النافذة نضغط على مسألة بيانات ثم نضغط على مسألة تخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيلات في كالك يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من أجلسوا الشراء والضغط على إجباري وننتقل في فيديو آخر إن شاء الله